السلام عليكم ورحمة الله جاء الإسلام بشريعة كاملة ومتكاملة من الأحكام تنظم للإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات ومن تلك الأحكام أحكام الرضاع والفطام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاع وهذا هو الرضاع الذي ينبت فيه اللحم وينشز فيه العظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا ما يعرف بالرضاع المحرم فإن أرضعت امرأة طفلا قبل أن يفطم وفي أول حولين من حياته خمس رضاعات أصبحت أمه في الرضاع وأما إذا أرضعته بعد ذلك فهو بمثابة جذاء للطفل لا يحرم ولماذا عبر عن الأمهات في الآية الكريمة بالوالدات لأنهن اللائي ولدنا أولادهن ولأنهن الوعاء الذي خرجوا منه إلى الحياة ومنهن يكون أفضل وأنسب غذاء طبيعي لأولادهن ورغم أنه أمر فقد جيء به في صورة الخبر لأنه أمر متقرر بالفطرة السوية السليمة ولكن هل هذا الأمر على الوجوب أم على الندب والاستحسان يكون على الندب إذا توفرت ثلاث شروط خدرة الأب على استئجار مردعة ووجود مردعة وقبول الطفل الرضيع للبن غير لبن أمه فماذا إذا لم تتوفر إحدى تلك الشروط؟ يكون الإرضاع في تلك الحالة للوالدات على الوجوب لأولادهن نعم صحيح تمام الرضاع يكون لمدة حولين كاملين ولكنه ليس على الوجوب لأنه يجوز الفطام قبل ذلك وهذا من تمام رعاية الخالق سبحانه وتعالى للإنسان منذ ولادته لأن لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل على الإطلاق وكان من كلام عرب أقام فلان بموضع كذا حولين وهو يقصد حولا وبعض الآخر فجيء بحولين كاملين ليدرك العرب أن تمام الرضاع يكون لأربع وعشرين شهر وفي هذا إخبار أيضا للأزواج أن الوالدات أحقوا بإرضاع أولادهن من الأجنبيات عند التخاصم لأنهن أحن وأرق وهناك رأي آخر لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضى يقول تحديد مدة حولين كاملين ليست لكل مولود بل للمولود لستة أشهر قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر فإن كان الأمر كذلك فإن الوالدات يرضعن أولادهن ما يتم المدة ثلاثين شهرا ولكن الرأي الأرجح الذي عليه عامة الفقهاء أن مدة الإرضاع تكون حولين كاملين لكل مولود وثبت علميا أن الوالدات التي يرضعن أولادهن لمدة حولين كاملين أقل في الإصابة بالأورام السرطانية في السدي والمبيض جزاكم الله خيرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولكن ماذا عن حقوق الوالدات المطلقات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ويجب على الآباء أن يكفن للمرضاعة المطلقات أكلهن وكسوتهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا وهو ما يعرف بأجر الرضاع أو أجر الرضاع ولأن محور الحديث عن المولود فسمي الأب في هذه الآية الكريمة المولود له ولأن المولود لأبيه وينسب إليه كان على الوالد نفقه للوالدة المطلقة بالمعروف دون تبذير ودون تقطير ولكن ماذا عن المرأة المتزوجة غير المطلقة هل لها أجر على الرضاع كما للمرأة المطلقة هناك رأيان الرأي الأول أن المرأة تستحق أجرا على إرضاع ولدها وإن كانت متزوجة قال بذلك الحنابلة والشافعية والرأي الثاني أن المرأة لا تستحق أجرا على إرضاع ولدها إن كانت متزوجة قال بذلك الحنفية والمالكية وهذا هو الرأي الأرجح وما عليه الناس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن لا تكلف نفس إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا قدر طاقتها فلا يكلف الله الفقير أن ينفق نفقة الغنية وهذا مقصد من مقاصد الشريعة اليسر للعسر وكذلك لا تكلف الوالد المطلقة الصبر على التقطير في الأجر وهذا من تمام رحمة الله بعباده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يحل للوالدين أن يجعل المولود وسيلة للإضرار بينهما ومن أوجه الإضرار بالوالدة منعها من النفقة والكسوة والتضييق عليها وتكليفها بما لا تطيق ومن أوجه الإضرار بالوالد تكليفه ما لا يطيق من النفقة والكسوة وقد تلقي الأم بولدها الرضيع إلى أبيه فهذا المولود ما هو إلا ثمر ورزق من عند الله لهما ولا يجب أن يكون مصدر للقلق والضرر فاتقوا الله في ذاك الوليد لأنه دائما هو الضحية في أي نزاع بين الوالد والوالدة وعلى الوارث مثل ذلك فإن مات الوالد واجب على الوالث من النفقة والكسوة ما كان واجبا على الوالد ولكن أي وارث هناك عدة آراء هناك ما يقول وارث الأب وهناك ما يقول وارث الطفل إن مات وهناك ما يقول الطفل نفسه إن وارث فالأمر فيه سعة وكل ينفق على قدر استطاعته وبالتأكيد هذا من صلة الرحم الواجبة جزاكم الله خيرا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا كضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإذا أراد الوالدان في طام المولود قبل تمام السنتين فلا حرج عليهما إذا تراضيا وتشاورا في ذلك ولا بد أن يكون التشاور مع أهل الإختصاص والخبرة من الأطباء الأمناء على مصلحة الطفل والفصال هو الفطام والتفريق بين الطفل والثدي ولا يكون الفطام إلا بموافقة الأب وموافقة الأم ورأي الأطباء الأمناء فإن أصرت الأم على الفطام دون موافقة الأب أتمت إرضاع حولين كاملين وإن أصر الأب على الفطام دون موافقة الأم أتم الإنفاق والقسوة لمدة حولين كاملين وإن اتفق الوالدان على الفطام ورأى الأطباء الأمناء أن في ذلك خطورة على الطفل أتم الإرضاع والإنفاق لمدة حولين كاملين وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضاعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهما وذاك إذا سلم الوالد للأم حقها وسلم للمرضاعة حقها بالمعروف والمعروف هو السائد الذي يكره الشرع والعرف والعقول السليمة والراجحة ويجب إعطاء المرأة المرضاعة أجرها وأن تكون راضية بهذا الأجر حتى تقوم بما عليها من إرضاع وعناية ونظافة للطفل على أكمل وأتم وجه واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وخافوا الله في جميع أحوالكم وشؤونكم واجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذاب الله وقايا واعلموا جميعا أن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه خافية من أعمالكم فهو محفيها عليكم وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته جزاكم الله خيرا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير